نمرة أربعة التخلص من كل الكبلات الكهربائية داخل المعابد وداخل المساجد وداخل الآثار الإسلامية وكل أنواع الآثار المصرية وإذا أردنا أن ننير هذه الآثار كسوط هدوء أو كإنارة مسائية فإحنا لدينا الآن في العالم طرق تستطيع أن تنير هرم بدون كبل واحد فلماذا الكبلات ولماذا أخذ الرزق أو المخاطرة في أن كبل ينفجر فوانيس مدفوسة في رجلين أبو سومبل علشان ينيروه مساء طب فنوس من دول مفجر من الحر أبو سومبل بيصل درجة حرارته فوق الخمسين في الصيف بسين درجة ماوية أنا حض أنا قديت إرشاد سياحي في أبو سومبل في التمانينات درجة الحركة ستة بخمسين درجة ماوية ستة وخمسين درجة ماوية فهذه الكبلات وهذه الفوانيس عرضة أن تنفجر وتسيح ويصيبها العطب نستطيع أن نؤدي كل الصوت والدوء ونستطيع أن نؤدي كل الإضاءات بدون كبلات بطرق تكنولوجية حديثة مع الشباب الجديد أربعة مراقبة كل الآثار المصرية عن طريق غرف مراقبة بشبكة رصد تلفزيونية داخلية من كل آثار مصر 24 ساعة ناس قعدة بترصد الكلام ده ترجمة نانسي قنقر